اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن رحبكم في هذه النهار الجوية الرئيسية من طقس العرب نهار اليوم استمرت الأجواء الدافئة في عموم المناطق والحارة نسبيا في المناطق المنخفضة بسبب تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة التي أثرت علينا خلال الفترة الماضية لكن بأقل شدة يتوقع خلال الساعة القادمة أن تستمر هذه الدرجات الحرارة الأعلى من معدلاتها لكن خلال ساعة الليل تصبح الأجواء اللطيفة إلى باردة نسبيا خاصة خلال ساعة الليل المتأخر نبدأ نشرتنا باستعراض لهذه الخرائط لتوزيع الكتلة الهوائية الحارة والباردة المتوقعة من يوم الخميس وحتى بداية الأسبوع القادم يوم الخميس تبقى المملكة تحت تأثيرات محدودة للكتلة الهوائية الحارة وشديدة الحرارة التي تؤثر على العراق والعموم الجزيرة العربية تبقى تأثيراتها محدودة على المنطقة وبالتالي تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام لكن ليس كالفترة الماضية التي عشناها حيث كانت درجات الحرارة حارة إلى شديدة الحرارة في عموم المناطق يوم الجمعة تستمر درجات الحرارة مرتفعة أيضا وتسجل المزيد للإرتفاع بسبب تدفق المزيد من التيارات الحارة من الجزيرة العربية باتجاه منطقة بلاد الشام ترتفع درجات الحرارة أيضا خلال يوم السبت وبالتالي هناك ارتفاعات متتالية مجددا على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بإن الله نذهب الآن للعاصمة عمال وتوقعات الجوية لفترة الصحور حيث تكون هناك ويوم متفرقة بدون فعالية 13 درجة مئوية ملموس 12 الرطوبة منخفضة أما الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة وبالتالي الصحور في الخارج سيكون ممتاز بالنسبة لتوقعات الجوية الثلاثة أيام القادمة يوم الجمعة 26 إلى 18 درجة مئوية يوم السبت ارتفاع واضح على درجات الحرارة 30 درجة مئوية أما الصغرى 19 درجة مئوية يوم الأحد تستمر الأجواء حارة نسبيا إلى دافئة بشكل لافت في عموم المناطق 29 درجة مئوية في العاصمة عمال 19 درجة مئوية تحرار دنيا أينما تكون درجات الحرارة أعلى من هذه الأرقام في المناطق المنخفضة خاصة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة كان هذا كل ما لدينا لحد الآن إلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة